كل مركز مع النادي الأهلي، لأن ده بطبيعة الحال إنت لما بتكون المميز أو بتكون الشخص الكبير، الناس كلها بتركز معك. لو إنت ملكش إيمال أو إنت بتحصل على بطولة كل عشر سنين أو خمس سنين، أكيد مش عيب التركيز عليك بشكل كبير. لكن إحنا عارفين كمان، أكيد إن كرة القدم تحديداً هي مزاج الأهلوية. إحنا تتكلم دولاتي عندنا رياضات كتيرة جداً، والناس كلها في النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي أكيد حابين إن إحنا نفوس في كل الألعاب. لكن تيجي عند كرة القدم لأن التركيز عليها أكتر أو بشكل كبير جداً، فإحنا متفاهمين ده جداً وعارفين. وإن شاء الله يبقى فيه بطولات مثل كل الألعاب الرياضية في النادي، لكن برضو هنرجع نقول المشجع الأهلاوي كيف وكده مزاجه وكده هو عايز يكسب في الكرة تحديداً. وده أعتقد استكمالاً لكلام كريم دائل الجهاز الفني حالياً طبعاً بقيادة سوارش بيحاول أن هو يعمله. ورغم أنه هو فعلاً وزي ما قال هو قال أنا مش عارف أشتغل في الوقت من ساعة ما جيد يعني الراجل صرح كده قالك أنا مش عارف أشتغل. طب أنت مش عارف تشتغل ليه؟ لأنه هو بيتكلم أنه هو بيعمل استشفى فقط للعبين كل ثلاثة أيام. يعني كل ثلاثة أيام مباراة وهو اللي بيعمله أنه بيعمل استشفى في الوقت الحالي. فده أمر يعني غير منطقي لأي لاعب كرة قدم في العالم. بقول لحضراتكم في العالم وتكلمنا واستشهدنا قبل كده عملنا مقارنات كلام ده كله قلناه الأسابيع اللي فاتت. وتاني وقادينا شايفين حجم الإصابات لأسف الشديد في الفرقة وكل المواقع تكلمت عنها كمان على السوشيال ميديو. هم زي ما أنا قلت مبارح برضو عاملين تقرير كده اسمه مستشفى الأهلي لأنها فعلا أصبحت مستشفى بمتاز صراحة يعني لعيب عمالة كل يوم تقريبا أو بمعدل كل ماتش بتتعرض لإصابات يعني كبيرة جدا وعضلية لأسبابها أو راجع الأسباب كتيرة منها الإجهاد جاز الفني فعلا خلينا نقول الله يكون فعونه أنه يقدر يعني يوظف كل إمكانيات المتاحين معاه لأن حاليا إحنا عشان نقدر نكمل كمان بقية مباريات الدوري بغض النظر بقى اللي شايف أن الدوري خلاص خلص الدوري مخلص الأمل موجود أمل مش موجود مش قصتنا إحنا النادي الأهلي بنلعب لغاية آخر نفس ما فيش حد حيج يقدر يقول لك خلاص بقى مش حاجة ما كده كلنا مستوعبين ده إدارة ولعيبة وجماهير فخلونا نعمل اللي علينا بس برضو نبقى شايفين الصورة بشكل كبير ومعرفش ليه الظروف دي يعني موجودة يعني انتعارف الكريمة يجي تحلل هو فيه مشكلة وفيه مشاكل بس ليه بقى ما تفهمش يعني ليه حظنا عمل كده ليه الكباوات الكتيرة اللي بتحصل دلوقتي ما فيش إجابة عليها دي حاجة محدش عارف الجاوب عليها يعني بس هي أكيد أو دي مؤكد سلسلة لأخطاء كانت قبل كده فنتجت عن النتائج دي احنا اتكلمنا مبارح وقلنا يا كريمة عايزين نبتدي نركز شوية مع الناشئين ندي فرصة للناشئين ناشئين عندنا على فكرة تقال جدا لما بتدي فرصة فعلا بيثبتوا نفسهم قلنا عن زياد طاري قلنا عن كريم فؤاد قلنا عن أسامي كتيرة جدا الفكرة انهما كان يمكن في الفترة اللي فاتت محتاجين يشاركوا أكتر في الملعب يمكن كان بعض الأسماء اللي مسلماني مشاها أو يعني أنا هتعاقدها مع النادي الأهلي كان منهم بعض النماذج الكويسة وممكن لا أنا بقول لحضراتكم الصورة بشكل عام لما تيجي تحلل تقول هي المشكلة يعني أساسها فين المشكلة الرأس المشكلة فين فأسباب كتيرة على كل حال ان شاء الله خير ونتمنى بإذن الله الأسبوع دي عدي على خير احنا ماشيين أسبوع بأسبوع مباراة فإن شاء الله خير يا رب